أيها الأحران العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أفسد علينا فرحتنا بأسود الأطلس عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي أنت متعرفش إيه اللي مطلعه النهاردة هتعرف أنت متعرفش طلع النهاردة ولا لا هتعرف أنت متعرفش الراجل طلع ليه هتعرف وهنبارج برضو لمنتخب المغرب بس بعد ما نخلص على الراجل ده شوية إحنا عندنا الراجل ده وإحنا ربنا بعت لنا الراجل ده إلا عشان نشتغل عليه يا حضرات ده راجل رزق لو عايز بقى أتلخص أي كلام للسيسي في المؤتمر اللي كان عامل مؤتمر إيه تا متعرفش إيه الراجل ده كان قاعد وعمل قاعدة ومحداتة وعمل قاعدة مجلس الراجل عمل مؤتمر النهاردة إحنا ألخص لك المؤتمر ده بعيدا عن إهايك كتير فممكن تحطه تحت عنوان كبير هذا الرجل عنده عقد نفسية وقرارات كارثية واسطوانات مشروخة نيجي الأول حاجة لازال يا جماعة الرجل ده حد يعالجه هذا الرجل اللي حواليه لازم يودوه الأقرب أخصائي نفسي معالج نفسي مثلا من عقده النفسية اللي كانت واضحة جدا من البداية من ساعة مواصف نفسه أنه طبيب الفلاسفة وإنه ففهمناها سليمان لغاية بقى إيه القلب المخلص الأمين الصادق الصدوق اللي محدش يقدر يعمل اللي هو بيعمله هيجي واحد يقول لي هو إحنا في كاس العالم الراجل ده طلع قالي الكلام ده لسه بيقولي الكلام ده أقول له آه والله العظيم لسه قيله النهاردة هقول لك هسمعك اسمع وبيكلم عن نفسه النهاردة اسمع إيه وعدف تكرو إن ربنا سبحانه وتعالى والجهد اللي إحنا بنعمله جهد مخلص وأمين ومبدع ومبدع وبمنتهى القوة اللي ربنا بيعيننا بيها بنعمل مش أنا كلنا إحنا أيوة إحنا ما تقولوش إيه أه يعني أنا Suite أنا مافتكرش أحد których يقدر يعمل أك qualité من اللي إحنا بنعمله الحمد بالله والله ما حدا ما يقدر يعمل أك chronic على أعتقد يعني المكنة عمالة تعثل وتقوم عشان يطلع يقولك والله ما حدا هيقدر يعمل أكثر من اللي إحنا بنعمله لسه بيقولي الكلام ده لسه شايف نفسه بعد ما الدولار وصل للسماء لسه شايف نفسه الوحيد اللي فاهم والباقي محتاج نتكلم معه كتير عشان يفهمه او نفهمه اللي السيسي فاهمه لانه مش بس الشعب هو اللي ما عندوش قدرة على فهمة هذه العبقرية النادرة لا ده كمان مجلس الوزراء مجلس الوزراء بتاعه مش قادر يوصل للناس عبقرية الراجل ده اسمع كده اقول الكلام ده اللي لنا كلنا شوفوا قوتنا في فهمنا قوتنا ايه وانا لما بخلي زمائلي بواقفين هنا ويتكلموا ويشرحوا امور تبقى قد تكون بالنسبة للمواطن العادي يعني مش ده محل اهتمامه انا في انها عايز فلوس في جيبي او الاقي حاجاتي في السوق بسعر كويس بس خلي بالكم بتفسروش ده انا اللي بيقوله دكتور عاصم المهم الحديده في ايده ومترستق ومتلمع ومتوضب ويقدر بقى ايه يريح بقى زي ما عايز يريح قوتنا في فهمنا قوتنا في ايه اي كلام في البدنجان والفرقة اللي وراها توكتراسها زي اللي بيطلعوا مع مرتضى منصور كده ويقولك ايوه ايوه قالك اللقاء ده فرصة نكلم شعبنا ان الامور دي مش ملحة لا دي حتمية وإلا نبقى اثرنا في حق الحاضر والمستقبل اسمع يا دكتور مصطفى اه فانتو وانا عايز اقولكو انتم كمجلس وزراء محتاجين تتكلموا على الاقل كل مرة فيها مجلس وزراء في موضوع من الموضوعات ديه عشان نشكل حالة فاهمة حقيقية تما انت تما انت طول الوقت عمل تكلم في الناس لأن انت بيصيبش الناس في حالها يا راجل انت في ايه عمي يا جدأ انت فيه ايه بس spokes طول الوقت عطالع بالحديدة عمل تكلم في الناس انا بش قام جبcit الثقة دي منين حالة الثقة دي جايبها منين جايب منين يا سيسي في ايه يا سيسي ما لو كنت ناجح كنت عملت في الشعب ايه أمان لو كان الدولار خليته بعشرة جنيه كنت عملت فينا إيه أمان لو ما فيش أزمة رز وسكر وأعلاف وبيض كنت عملت فينا إيه يا رجل ده أنت قاعد مقصوع كده ولا جمال حمدان في أيام زمانه قاعد ولا توفيق الحكيم الرجل قاعد يقول لك ونظريات وحايزيك وتفاهموا الناس لا الناس مش عايزة تفهم اسمع مني بقى اعقل الناس مش عايزة تفهم الناس عايزة تعيش اللي فهمت الناس أنه نعيش اللي يفهموا الناس أنه يلاقي رز يلاقي رز زي 2011 و 2012 الناس عايزة الدولار 2008 2012 الناس مش أعزة تفهم مش راضين لك إحنا ما عندناش دماغ ليك الله أعرف أنه كان يقول لك فهموا الناس مش عايزة تفهم أفهم الناس إيه أفهمهم الدولار اللي كان ب8 جنيه إنت خليتم ب28 جنيه أفهمهم إيه أفاهمهم كوير الرز وصلت 8 و 4 أضعاف وما فيش وما فيش سكر والبيض وصلت البيضة مش عارف بقتها تجنيه يا راجل أفاهم الناس إيه يا راجل حد يعالجه الناس مش عايزة الحديدة دي ولا عايزة كلامك أصلا البني أنا من المصر أي بني أدم في الدنيا عايز ينزل يلاقي في السوبر ماركت حاجات على قد اللي فيجيبه إنما أنزل ما لقيش حاجة وما يمكنك تقول لي اسمع أنا قوتنا لا 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 كفاية بقى كفاية أقسم بالله أنت خلقتك بتسبب لناس كتير جدا كدر على أي حال هتقول لي بقى أنت إيه خطورة العقد النفسي دي هقولك أنها بتلبسك في قرارات كارثية واحد موهوم بذات نفسه وفي النهاية أنت اللي بتدفع التمن وده بيودينا بقى للمحور التاني إيه بقى المحور التاني المحور اللي هو عمل عنه المؤتمر المحور التاني قراراته الكارثية محاولته المستميتة للدفاع عنه عن عبقريته زي المؤتمر اللي عمله النهاردة المؤتمر القاعدة دي كانت لإيه بقى لإفتتاح مدينة المنصورة الجديدة كلام حلو قاوي ما احنا عندنا مدن قديمة ضربة ما نصلحها لا نعمل مدينة المنصورة الجديدة حلو جدا فين بقى المنصورة الجديدة دي على ساحل البحر المتوسط حضرتك قلتلي على ساحل البحر المتوسط ايه المنصورة الجديدة على ساحل البحر حلو قاوي مش الساحل ده اللي مهدد بالغرق انت جبت الكلام ده من ايه انا ما جبتش من عندي انا جبته من عند العلماء من عند عصام حجي من عند رئيس وزراء بريطانيا الاسبخ بوريس جونسون اللي قال ان في مدن في الدلتا في مصر مهددة بالغرق نوم احنا نعمل ايه بقى نعمل مدينة جديدة عشان الغرق ياخدها في الحتة المعرضة للغرق اهو في الساحل اهو ده احنا ده احنا والمصحف والله احنا اتكلمنا عن حكاية دي هنا فحلقة سمناها عايزين حد عائل نكلمه وانتقدنا فيها اهدار المال العام مليارات في مشروعات مش مدروسة اللي مش مسدق حلقة 17 نوفمبر 22 اسمع كده ارتفاع منسوب سطح البحر بالطريقة اللي احنا متابعينها وخصوصا لشمال الدلتا اللي هي مناطق منخفضة طبعا ارتفاع سطح البحر بيهدد الدلتا بشكل عام وخصوصا مدينة زي مدينة اسكندرية علشان كلا زي ما قلت لحضرتك ايوة التهديد ده حقيقي ايوة التهديد ده موجودة ايوة التهديد ده حقيقي ده وزير الرأي المصري في حكومة عفتاح السيسي ومش جايب الكلام من دماغه ده الكلام ده قالته كل مراكز الابحاس ان البحر متوسط بيرتفع والدلتا منخفضة وبالتالي الدلتا مهددة بالغرق ام ايه بقى ام السيسي يجتمع مع قارة القوات المسلحة عشان رايحين يعملوا مدينة جديدة في اسكندرية تب ده الدلتا كلها مهددة بالغرق تب حد يكلم خالد منتصر يقوله انت اتخلصت ليه يا جماعة هتبنوا مدينة في منطقة مهددة بالغرق لا ومش في الدلتا ده عامل جزيرة صناعية في قلب البحر يعني الكلام ده والنفس 17 نيفونبر هنا النهارده الراجل طالع يعمل المنصورة الجديدة في البحر لكن للحق يا صالح السيسي طلع يدافع عن نفسه وعن المدينة الجديدة وبيقولك انا ماشي بخطة ورأي خبراء مش بعمل حاجة وانحاطة رجل على رجل اسمع هنجيب مية لنموه السكان منين فكانت الفكرة ان احنا بنعمل وانا بقول الكلام ده الكلام اللي احنا بنقوله ده واللي بقوله دكتور عاصم ده خطة دولة خطة خبرة وعلمة مش يعني اوه احد يزعل مني يعني مش حاول رجل على رجل وقولك المتين في موضوع يا جماعة لا ده دولة يعني من خيرة العلماء سواء في الجامعة او في الوزارات المعنية هي اللي حطت التصور ده وبالمناسبة التصور ده مش متعمق مش وليد النهاردة دكتور مصطف يعني مش كده او لا يعني انت بتكلم مين وانت بتقول انا ما بعمل ده مش حط رجل على رجل انا حاسس انك انت بتلمح لحد حاكم انت زي بعضهن كده تقعد تنغز بالكلام اهت بقى التصريح بتاعه التصريح بيقولي بقى في محاولات هدفها ان الناس تكون عايشة في قلق وخوف ولازم تاخدوا على كده واصحاب المحاولات دي شايفين مصر خسم انت تقصد مين عفتاح بقى لا احنا بقى ضدك انت وضد هبلك وجنانك حضرتك تقصد نحنا وتقصد ان احنا ضد مصر اهو ادعو جميع الشعب الى عدم الاتفاف للشائعات يا راجل والله العظيم محروق ابو يلعن اليوم اياه انما مش مشكلة على فكرة حصلت احب اقولك يا عزيز المشاهد انه زمان قوي لما نور الشريف عمل فيلم عن الرائع المبدع ناجل علي طلع فسل فسل اسمه ابراهيم سعدة واحد من اللي دمره الصحافة في مصر طلع تصور كتب بيلوم نور الشريف على الفيلم وبيقول لنور الشريف من اجل حفنة دولارات رحت عملت فيلم عن واحد ضئيل الموهبة والله العظيم عندي المقال ضئيل الموهبة عاديم مش عارف الايه خصيم لمصر ناجل علي نور الشريف حياطلع قالي يا جماعة ناجل علي عمره ما كان خصم المصر ناجل علي بيحب مصر جدا لكنه كان خصم للسادات ابراهيم سعدة راح خلاص انتهى الى مسبلت التاريخ وسيبقى ناجل علي اللي وصفه بانه ضئيل الموهبة تخيل تجرى ابراهيم سعدة ووصف ناجل علي بانه ضئيل الموهبة الذي ينال مصر بسمومه في الكاريكاتير باقزع الشتائم تخيل لسه الصحافة دي لسه شايفين ان اللي بينتقد السيسي خصيم لمصر لا احنا مش خصم المصر احنا خصم لك انت وسنظل ان شاء الله خصوم لك انت فقط لغير اما مصر دي فهي اكبر منك ومني ومن حاجات كتير قوي انما تعالى نسمع تاني معلش شؤال المشروع ده مش بتاع المهاردة نسمع اخر جزء في الفيديو كده اخر جزء هي اللي حطي التصور ده وبالمناسبة التصور ده مش مش وليد النهاردة دكتور مصطف يعني مش كده ولا لازم تقوله كده يا دكتور عاصم ده مش وليد يعني ده مش وليد يعني ايه يعني مش يعني مش احنا بس اللي عملناه لأ ده كان موجود قبل كده والدولة كانت بتفكر فيه ولكن يمكن ظروف ما ده حدش اللي هي يتعمل ايه ده اول مرة اصمع السيسي في حياتي من ساعة مهلة علينا بسحنته يقول المشروع ده بتاع ناس قبلي الله انت حصل لك ايه ايه نوبة الشرف دي طول عمرك بتلتش المشاريع من مبارك ومن طنطاوي ومن مرسي وبتعيدي افتتاحها عمرك ما قلت ان المشاريع دي بتاعت فلان اول مرة يطلع ويطلع ويطلع لك مشروع مدينة المنصورة الجديدة دي ده مش بتاعي ده بتاع ناس قبل كده بس لحظة هو قال ايه قال المدينة دي كان متخطط لها قبل كده سوري طب التخطيط اللي كان قبل كده كان برضو على البحر كان التخطيط اللي قبل كده مدينة المنصورة الجديدة كانت على البحر طب معلش سوري برضو كمان اه سنك كام طب معلش ولقوني فيها هتقالة يعني معلش هو ليه وقف التنفيذ طب معلش سؤال اخير تاني هل كان التمويل هو سبب وقف التنفيذ ولا المشروع كان فاشل طب معلش قبل مخرج بقى السؤال بقى المدينة دي هتغدم مين ولا هي مجرد امتداد عمراني لمدينة المنصورة ولا انت بتعملها وخلاص زي مدينة الاساس في ضمياط الاجابة يا حضرات وزير الاسكان طلع قالك المدينة دي كان متخطط لها من 2010 والسيسي علق قال يعني انا ما كنتش موجود نسمع كده كما اتوجه بالشكر لما انت بنى الافكار وطورها واعدها لانه كما حدك قلت المدينة المنصورة الجديدة القرار بتاحها طلع من 2010 حجر الاساس اغسطو السبعتاشر يعني 2010 قبل احنا ما نبقى موجودين احنا كنا موجودين وقبل انا ودكتور مصر انا وطبعا انتو كنت موجودين انا اقصد بالكلمة دي عشان الناس تبقى فاهمة ان 2010 يعني قبل حالة 25 يناير اه يعني فرصة كده ايه نغبط 25 يناير في كتف 25 يناير اللي كانت دولار فيها ب7 جنيه اللي كانت اقومت بتجازب ب8 جنيه والحاجات دي 25 يناير اللي كانت اللي كان اه سوري 25 يناير دي مش كان فيها الاحتياط النقدي بتاع مصر 36 مليار دولار اللي هما معندهمش انت معندكش دلوقتي في البنك 36 مليار تخيل اه هي 25 يناير دي حالة 25 يناير اللي انت بتزوءها بكتفك دي كانت مصر فيها الاحتياط النقدي 36 مليار انت دلوقتي عمال طبرم وسليمان وموسى وكاننا شجر في شعب أبي طالب وفي الاخر الاحتياطي عندك 33 مليار بعد العبقرية بتاعتك الاحتياطي احنا تدلوقتي بعد عبقريتك دي الدولار ب28 جنيه في السوق 29 جنيه بالبحث بقى انه كان فيه عوار يعني عيوب في الدراسات وتم استبعاد البعد البيئي اللي هو اخطر بعد لانها على البحر وانه ما كانش فيه ولا عالم مناخ واحد مشارك في الدراسات بتاعت المدينة دي ادل خبرهو مدى مصر المنصورة الجديدة هل التغييرات البيئية هي الخطر الحقيقي اطلع واحد ديسمبر زي النهاردة في 2015 بداية المشروع في 2007 اعلن اللواء سامير سلام محافظ دقالية الاسبق البدء في الخطوات التنفيذية لانشاء مدينة مليونية تحت مسمى مدينة المنصورة الجديدة في المنطقة الواقعة بين مدانتين جمسة شرقا وبلطيم التابعة لمحافظ كفر الشيخ غربا لتخفيف الضغط عن المدينة القديمة مدينة المنصورة وهي المدينة التي قال سلام انه سيتم انشاء مجمعات تجارية بها لتقنين النشر التجاري الى اخير مع اعلان محافظة دقالية بدء اجراءات المشروع عبر تشكيل مجلس امناء المدينة شكلت المحافظة لجنة لتقييم الاثر البيئي للمشروع من اداريين واساس كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتجارة بجامعة المنصورة دون ان يكون بينهما مختص واحد في علم المناخ اتى هذا القرار رغم تصاع التصحيات التحذير المؤخرا من اختار التغييرات البيئية واحتمالية غرق السواحل الشمالية المصرية عامة وساحل الدل تامنيل بصفة قاصة وهو ما من شأنه اعادة النظر في عدد من مشروعات التنموية في هذه المنطقة وبيكلموا عن ده مدى مصر مدى مصر 1 ديسمبر 2015 ويرجع عودة هذا الهبوط الى توقف تراكم التنمي منذ بداية السد العالي اضافة الى ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ارتفاع درجة حرط الارض مما يهدد بغرق الدلتة ما بين عامي 2040 الى 2050 يعني السيسي راح جاب مشروع من 2007 اصلا المشروع توقف لا عشان تمويل ولا عشان ديوله ده توقف عشان الخطر البيئي يعني حضرته جاي راهن على مشروع ضايع في دراساته وده يفسر ليه الحقيقة ما تنفس انما السيسي عنده حق يا جماعة اكيد الراجل ده عنده حل معقولة ففهمناها سليمان وترعة المفهومية هيعمل المشروع القديم بنفسه اخطاءه ومش هياخد باله ان المناخ اللي احنا استضفنا العالم كله في مؤتمر المناخ واللي جبنا ضرفه وفشل المؤتمر فشل تنظيميا وفشل تموليا واتكلفنا 15 مليار جنيه وما جبناش حاجة خلاص وحتى فشل في تمويل اضرار البيئة بتاعت افريقيا المعلم كان طالع يعمله المؤتمر ده اللي عمله السيسي اكيد عنده حل لانه درجة حرط ارض اتفعت والدلتة مهددة بالغرق ايه بقى الفكرة الجهنمية اللي وصلها السيسي عشان يعالج العوار بتاع مشروع مدينة المنصورة الجديد اللي اتعمل فيه سبعة اه اكيد الراجل ده عنده حل عبقاري بشوية فهلوية كده ومن غير فلوس كتير يا طرى السيسي بقى هيعالج الموضوع ده ازاي اصبر معايا كده شوف بقى السيسي يعالج ازاي التهديد بغرق هذا المشروع شوف العبقارية اسمع كان عندنا لحماية الشاطئ ده ما صارين ما صار ان احنا نعمل حاجز مية مش كده يا دكتور عاصم ونعمله ويكلف ملايين برضو وقد يكون يكلف اكتر من كده او ان احنا نعمل حاجة تحقق ان انا احقق مجموعة من الاهناف باجراء واحد مش كده صحيح فهو ده اللي دكتور عاصمي قالك اعملنا شهد الارتفاع ومتر ثم عملنا طريق ارتفاع ومتر ثاني ثم عشان في النهاية اذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتة معرضة نتيجة انخفاض منسبة عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية هنبولك لما صحيح طيب مش كده يا دكتور مصطفى فاحنا هنبو توقعين متر او مترين طب احنا عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200 تبتميت كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجنهات او دولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم ارامينها الناس بتاعنا اللي موجودين في الدلتة وموجودين كده ادي واحد لا احنا عملنا فكرة تانية احنا عملنا ده بس بطريقة تانية ادي واحد اه يعني احنا ما ابدعك ما ابدعك بجد انت مزهل يعني انت قال انت تعلمت فين انت كملت تعليمك فعلا يعني ما ابدعك الراجل الدلتة مهددة بالغرق فقرر يعمل بدل ما يعمل حاجز امواج نعمل حاجز امواج نكلفه مليارات تم نعمل مدينة هي تبقى حاجز امواج نرفعها متر انا الارض متر كمان فتبقى عالية فلما ييجي البحر يهدد الدلتة اللي وراها فتغرق الدلتة كلها بس المدينة تبقى وقفة سبتة لانها مرتفعة مترين قال لها سبحان الله العظيم والله العظيم ما ابدعك انا مش تقيل لك كلام يعني الفكورة بتاعت السيسي دي يرفع المدينة متر او اتنين طيب معلش بعد كم سنة المتر ده هيكون له لازمة انا مش خبير ولا هفتي في المناخ ولا اقدر ارد عليك بس كلامك كده شكله لمؤخزة بلح خاصة في ظل التغييرات المناخية والتقارير البحثية اللي طلعت تأكد ان في محافظات مهددة بالغرق زي تقرير المفوضية المصرية ده اهو الخروج عن السيطرة تهديد المناخ يهدد مصر اربعة مليون شخص مهددون بالنزوح عشر محافظات مهددة بالغرق تلتاشر مدينة ومنطقة حضرية مهددة مية وتمانية قرية وعزبة مهددة بالغرق التهديد مفوضان مساحة كبيرة من الكتة العمرانية التهديد بفقدان مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية ده تقرير او جزء من تقرير او ملخص تقرير المفوضية المنصرية انا اللي انا عايز اعرفه هو صعب صعب اي حد يصدق السيسي لانه هذا الرجل عمل مشاريع قبل كده كارثية بملايين وحط رجل على رجل وهفكرك زي مشروع مدينة زي دوميات الأساس اللي قالك اكتشفنا بعد ما عملنا المشروع ان الصناعية بيحتاج يرتاحوا الدراسات ما خليتش بالها زي مشروع المليون نصف فدان واعترف بنفسه بمصرها بانها فشلت وانه الحقيقة ده هبد 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 يا راجل الدنيا كلها بتقولك الدلتة مهددة بالغرق انها تغرق فمدينة المنصورة الجديدة تختلف عن ايه ولا حاجة هو طول الوقت محتاج مشروع هذا الرجل كما كتب له احد الاسادزة بيدور على اللوحات الرخام عارفين اللوحات الرخام في عهد الرئيس فلان تم افتتاح ثلاث عمارات سكنية هو بيموت في اللوحة دي ايه ده انت عامل زيطة وقعدة وعزومة وكلام عشان مدينة مشروع توقف فيها من 2007 عشان خطر بيئة تيجي النهاردة تحياها من تاني وهتفشل وبنقولك هتفشل زي ما فشلت مدينة دميات اساس دميات اسمع 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 هو بيقول ايه اسمع هو كده طبعا الدكتور مصاف مدبولي راجل مهندس وفاهم الجو ده لكن هو ليه اشتغل مصاف مدبولي لان البيئة قال له اشتغل البيئة عايز انجازات البيئة عايز قعدة وانجازات مش ده بس كان القرار الكريس الوحيد اللي دافع السيسي عنه زي دفاعه الغريب النهاردة عن عاصمة الادارية ومشاريعه القومية وراح ضرب رقم كده خمسة مليون أسرة هتتشرد لو قلت اوقفت المشروعات دي اسمعوا حد تكلمني من كم حد ادي ده القائم يعني قال له دي احنا نخيف للاعمال باعتنا شوية شكده دكتور مصافة وقت له انا كنت جايب دي على الايبادة يا دكتور عصر حدم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة حدم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة سواء واش باتكلم عن القطاع قضان يواذا كلم من القطاع اللي هو الدولة بتعمل أنا بقول لكم مش أقل من أربع خمس ألاف شركة شغالين يا جماعة فيهم جواهم مش أقل لو قلت متوسط دي فيش الكافة سبعين ألف عامل لكننا حقول متوسط ألف يعني أربعة خمسة مليون عامل أو بإنسان بين عامل وبين يعني كل الوظيفة خمسة مليون يعني خمسة مليون أسرة طب أنا عملت قفلت أو قللت قلولي الخمسة مليون أسرة دول أنا وصل لهم إزاي لا 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 ما عليش ما عليش ماadomo معلش ما عليش يا صالح معلش هو مبدئيا أنا لازم يعني أنا مستقرب من أعرض الدكتور مصا»,فاَ مدبولي بصراحة يعني أنا أحس إنه بأيس بسبقه يعني أتوني الوقت يقعد ياخده من الحض يعني ياخده من الحض ملك أوكي وده عادي دلوقتي خلاص ما إحنا شفنا الدنيا بقت عادي يعني أنا معاليش زي بعض يعني وحدتك صعبان عليك خمسة مليون أسرة خلاص بقلاش المنظر ده بيأشعرني والله يا صالح وهم عاديين مع بعض كده تحس ان فيه بلونات طايرة وورد وبتاعهم عاديين يقول له والتاني يعني يا والله وورد في النص فيه ورد في النص آه على كل حال ربنا منعهم بقى هو بيقول سعبان عليه ان يوقف المشاريع دي عشان خمسة مليون طبعا ضرب رقم قياسي في خمسة مليون عامل شغالين في المشروعات القومية الكبيرة دي زي العاصمة القدرية وهو خايف عليهم هو الحنية دي كانت فين يا عبد الفتاح لما اصدرت قرار بوقف البونا في مصر لما شرقت آلاف آلاف الصناعية في مصر النجارين والنقاشين والكل الدانية كانت فين حنية تجديد الحنية دي كانت فين لما دخلت بالدبابات والبلدزرات هديت بيوت الناس عشان توسع طريق عشرات المئات من الأسرات عشان بس توسع طريق دخلت بالبلدزرات هد هد ورميتهم في الشوالع كانت فين حنية دي انما ما علينا رغم ان اللي برا واللي جوة قالوا لك ان العاصمة الإدارية دي بقت مدينة أشباح بعد ما استنزفت فيها موارد البلد قادي الدوتش فيلا هي بتاع ألمانيا الحكومية العاصمة الإدارية الجديدة مدينة أشباح تنتظر ساكنيها دي الدوتش فيلا الألمانية مش أنا ومش مكملين ومش مصر النهاردة يا راجل الناس كلها قالوا لك كده الأستاذ جود عبدالخالق في عرب مصر طلع قال أوقفوا المشاريع العاصمة الإدارية وصندوق النقد لن ينقذ اقتصاد مصر مش بس كده ده حتى الخبراء الاخصاديين هاني توفيق وغيره قالوا لك جدول العاصمة الإدارية هدي وقف فرامل مع ان ممكن جدا السيسي كان يشغل خمسة مليون اللي بيقول عليهم دول في مشاريع انتاجية زراعة أو صناعة تدر دخل على البلد اهو اتفرج وقف البناء في مصر شبح المجهول يطارد 12 مليون أسرة كنت فين بقى عبدالفتاح كنت فين حنيتك مش حضرتك في 27.1.22 حضرتك أصدرت قرار بوقف البناء في مصر كلها وشرط 12 مليون أسرة قال يقول لك أنا مش عايزة أوقف في المشروعات عشان فيه خمسة مليون أسرة هيتشرطوا ده انت شرطت 12 مليون ده انت شرطت صناعية مصر ومع ذلك خمسة مليون زي بيقول لك كده كان ممكن تخدهم تشغلهم في مشاريع تدر على البلد دخل بدل المدن بتاعة الأغنياء ومشروعات ملهاش أي عائد إلا استنزاف خيارات البلد حتى المدن اللي انت بتفتتاحها دي عملتها ايه؟ عملتها للناس ايه؟ اسمع كده ممدوح حمزة المعنز ممدوح حمزة بيقول لك ايه؟ الجلالة مهجورة العالمين مهجورة المنصورة الجريدة مهجورة الطور الجريدة مهجورة رفح الجريدة مهجورة الاسماعيلية جريدة مهجورة طريق الضبعة قريل أو نادر الاستخدام الفة أو ستمائة بقر في مشروعات المليون ونص فدان مغلقين القطار الخفيف بدون ركاب المساجد في الإدارية بدون مصلين مثلا ولكن المطلوب الآن سداد الديون التي انفقت عليهم اذا نعمل ايه بقى؟ نبيع مصانع الاسمدة اللي بتنتج طعامنا لكي نستور الطعام بالدولار وبأعلى الاسعار ويبقى الانسان المصري في حالة سوق تغزية وخزانة مصر فارغة الخلاصة يا حضرات ان عبدالفتاح السيسي عمل زي بعض الممثلات أو بعض الممثلين عارف بعض الممثلات لازم يبقى تحت الادواء يدور على اي حاج يعمل خناقة في حتة تعمل اطلالة جديدة في شمس الصباح في الغرداء الفنانة اللي يجيين دي تجي عاملة فوتو سيشن كده لحد مجموعة سور نفسها عشان بس تبقى في الاخبار حسام والشرين اطلقوا رجعوا لا اطلقوا لا اطلقوا لا اطلقوا لا اطلقوا لا اطلقوا لا اطلقوا فيه ناس بتحتاج فنانين بيحتاجوا انه طول وقت يبقى متصدر خبر عنه اي خبر اي خبر عنه انه حاب انه تطلق انه تجوز انه بقى بيته انه اشتر عربة جديدة انه بيعمل في الم جديد عبدالفتاح السيسي بقى له مدة مش لايه حاجة يعملها بعد موطبة المناخ فيعمل ايه يجي جاب مشروع قديم مدينة المنصورة الجديدة ويطلع يهبت فيه الرجل عايز يتكلم انا سألت سؤال هنا حد يقول لي عبدالفتاح السيسي خالي السيدي بيشتغل ايه مشتغلش حاجة انا اقسم بالله متأكد من اللي بقولك عليه ده انه عبدالفتاح السيسي ما بيشتغلش حاجة كل شغلته فقط هي انه بفتح حينيه لحماية الكرسي بتاعه هو انه يرائب الاجهزة الامنية اللي بترائب اجهزة امنية اللي بترائب الشعب فقط لغير انه بيشتغل ايه بسطة بيمضيها وبعدين ايه عايزين نعمل حاجة النهاردة نعمل ايه ما بكرة عملونا مؤتمر كده شوفونا مشروع نعمله الخلاصة دي عينة بسيطة جدا من العقد النفسية بتاعة الحبر الاعظم البحر العلامة الفهامة عبدالفتاح حسين خليل سعيد السيسي وعينة قليلة جدا من قراراته الكارثية اللي افرزتها عقلية البحر الفهامة اما بقى السيسي ازاي بيحاول يهرب من النتائج الكارثية بتاعة قراراته دي بسطوانات مشروخة وحيل مكشوفة عايز سعرفة انتظرنا بقى بعض الفاصل في الفقرة اللي بعد الجاية عشان نقولك ايه بقى احدث استوانات السيسي في السوق اللي نزلها الهجوم على مؤسسات الدولة مؤسسة واحدة في الدولة هاجمها وحاول يحملها ايه ده اللي انت جايبه ده كل مشاكلها بعد المنصورة الجديدة اللي كان انشاء مدن جديد اقف الدلت ارمي يا عمي ارمي النهاردة هاجم مؤسسة واحدة بس في الدولة وحاول يحملها مسئولية كل حاجة يا ترى مين هي المؤسسة يا ترى سيسي كان بيتكلم على مين النهاردة وبيحملها مسئولية الفشل بتاعه عرفته لو انت عرفته هو هاجم مين النهاردة رسمي فاهمي نظمي رسمي هاجم السيسي مؤسسة كبيرة في الدولة فكر لحد بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر